اشتركوا في القناة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي وواضح لحل النزاع المفتعل بالصحراء المغربية ووفقا لتصريحات لشكيب قائد الامين العام لوزارة الخارجية الجزائرية الذي يقوم بزيارة الايطاليا اكد من خلالها ان الجزائر ستراجع جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسبانيا في كافة المجالات كرد فعا للجزائر على دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولا يزال النظام الجزائري عاجزا عن فهم الموقف الرسمي للحكومة الاسبانية والمعبر عنه في رسالة بيدرو سانجيز للملك محمد السادس حيث يصفه المسؤولون الجزائريون بالانقلاب المفاجئة وغير المتوقعة وانهم تحت الصدمة بعد الصفع الاسباني نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء